حاجة عظمة يا جماعة بلد بتعمل شغلة عظيم هي دي مصر يعني مصر لما بتعمل حاجة بتعملها بالجودة دي بهذا التميز يعني انت مش بتعمل لا انت بتعمل مدينة ألمبيا بجد وانا امكين بشرح لاحظتكم كنت دايما اقول لها اكو انا كنت في العاصمة او رحت السخنة ومعدة على طريق السخنة بشو شايفين حضراتكم استاد مصر الدولي اكبر استاد عندنا ده 92 الف متفرج بالمناسبة انت جبت من الاخر يعني الاستاد اللي قدامكو ده جبت فيه احدث حاجة بتتعمل في الملاعب العالمية الجيل الخامس في الملاعب قدامك اهو ودي نجمينها العالمي محمد صلاح تريزيجي كمان نجمينها العالمي ابطالنا ونجمنا كلهم بسم الله ما شاء الله واللي سات الرئيس النهاردة حريص جدا مروان عطية وزيزو يعني كله مصطفى محمد وابو جبل والشناوي وكله كله كل الرجالة وكوكا وكلهم شايفين صلاح بيعاكس تريزيجي سات الرئيس النهاردة الصبح مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب رياضة ودكتور اشرف بيشرح لسات الرئيس انه بقول له حاكو طبعا بتكلم على ملعب صالة يد صالة سلة بنتكلم على صلاة متعددة بخمستاشر تقريبا الف متفرج حاجة متطورة جدا ولما مصر تعمل حاجة مصريين لازم تبقى انت كده ما تعملش اي حاجة تعملش اي كلام لا تعمل حاجة تستحق لما تعمل ده من خمس سنين او ست سنين يمكن ما حدش كان متوقع انه يخلص في التوقيت ده خلص خلص ده ما حاجة بتشوف كده خلص النهاردة الرئيس موجود النهاردة تدريبات منتخبنا الوطني لمنتخب الاول النهاردة عندهم تدريب النهاردة الصبح وعندهم مطش بكرة بس المطش بكرة يكون على ساد القايرة ما تشوف الصلاة اتعاملت ازاي شوف الجمال شوف بقول لحضرتك صالة زي اي صالة موجودة في العالم ملعب زي اي ملعب موجود في العالم هتقول لي برشلونة ريال مدريد هتقول لي ليفربول هتقول لي أنفلد لا احنا عاملين حاجة اكبر من كده اكبر اكبر انا بقول لك حاجة عالمية تكلم على 92 الف 92 الف متفرج بنتكلم على مدينة اولمبية في مجموعة فنادق زي ما حاجة بتشوف كده مش فندق ثلاث اربع فنادق يمكن موجودين في المدينة دي اتمنى انت كمان المدينة دي في العاصمة الادارية الجديدة شايف شايف مصر شايف الرئيس لما الرئيس من بدري ان انت يبقى عندك ده عشان تستقبل احداث العالمية يبقى عندك شوف مجموعة عدد كبير جدا من الصلاة تنس ولا سكواش ولا حمامات سباحة ولا يد ولا سلة ولا طائرة ولا مجموعة كبيرة جدا عدد كبير جدا من الملاعب بالاضافة للملعب الرئيسة او الاستاذ الرئيسي استاذ كرة القدم اللي هو 92 الف متفرج هو الاكبر في مصر عايز اقول لك ده يضاهي الاستاذات العالمية لان انت عامل احدث حاجة احدث ما وصل لي منظومة الرياضة في العالم موجودة هنا جيل خامس ملعب ده الاستاذ ده الجيل الخامس والصلاة دي كلها عامل احدث حاجة سياد رئيسي النهاردة كان رسالة مهمة جدا ان سيادته موجود النهاردة وده تقدير الرئيس كمان لان رئيس طبعا دعم للمنتخب وحافز كبير جدا ليه سيقول لكم حافز كبير اثر عليهم جدا جاهز الفاني فيتوريا النهاردة روي فيتوريا لما اتكلم النهاردة طبعا سيت رئيس مع المنتخب بحضور الاساس جمال علام الرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس مجلس الدارة الاتحاد المصري لكرة القدم طبعا ودكتور اتشفى في الصبح ووزير الشباب الرياضة ورئيس طبعا حريص على انه يتكلم مع ولاده يتكلم معهم يعني 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 بيديهم كمان دعم كبير جدا وده كان ليه تأثير جدا زيارة على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وده حافز كبير ليهم لان احنا احنا البلد اكبر بلد واخد البطولة دي اتأم المفريقية سبع مرات ولكن غابت عننا منذ 2010 غابت عن مصر من 2010 من ايام الكابتن حسن شحاتة حان الوقت احنا وصلنا النهائي وراء بعض ولكن المرة اللي فاتت دم السنغال ضربات الجحز ضربات الحز واللي قبلها وبالتالي ان شاء الله المرة دي حان الوقت ان شاء الله رجالتنا ولكن زيان بقول كده وسيت الرئيس بيقول لهم النهاردة طبعا النني موجود وابطلنا كلهم نجومنا موجودين كلهم حاجة بسم الله ما شاء الله كله عامل حطط عينه على مصر وعلى منتخب مصر الرئيس طبعا دعم مستمر لمنتخبات الوطنية دعم مستمر لمنتخب الاول دعم مستمر للشباب كل الالعاب الرئيس دايما يبقى حريص عليهم وحريص انه قابلهم وحريص انه يكرمهم لما بياخدوا بطولات لما بياخدوا ميداليات لما بيرفعوا دايما ويرفعوا دايما اسم مصر عاليا والنهاردة زي بقول لكم ممكن محمد صلاح النهاردة هو بيتكلم امام السيد الرئيس محمد صلاح اشاد بالبنية التحتية وقال انه فيه يعني تقدم تطور كبير بيحدث ما تكلمش عن ملاعب لأ لك المنظومة يعني صلاح كمان حريص على اختيار الالفاظ المنظومة الرياضية منظومة فيها تحسن كبير ومداقق صلاح في الالفاظ بتاعته ولكن ده كمان بيؤكد ايضا فيه اهتمام رئاسي كبير وحرص من السيد الرئيس والرئيس كمان شرح لهم احنا عملنا من 2014 مراكز شباب 4500 عملنا ايه كمان في حياة كريمة مراكز شباب غير الالف تقريبا وشوية واده صلاح بتكلم امام السيد الرئيس عفتاح السيسي منتهى الاحترام وسيد الرئيس حريص وشكر طبعا كل المحترفين السبع وفي مقدمته محمد صلاح ولكن كلهم مشرفين وإحمد حجازي طبعا وكل ولادنا وكل رجالتنا الموجودين في توريا النهاردة كمان شكر الرئيس وشكر الرئيس على وجوده النهاردة وعلى حضوره النهاردة وقال ده طبعا وجود رئيس مصر مع المنتخب ومع جازي الفني طبعا بيدي دافعة كبيرة سيد الرئيس كان حريص أيضا ياخد هزير الصورة التسكرية مع أبطلنا ومع وزير شاب رياضة مع رئيس الاتحاد مصر كرة القدم وعضاء مجلس إدارة كابتن حازم امام كان أيضا موجود النهاردة وحريص أيضا وسيد الرئيس صفح الكل كلهم كله كل النجوم صفحوا الرئيس النهاردة وكان رئيس حريص لدرج في الآخر رئيس بلو مين ما سلمتش عليه فجوم مجموعة من الجهاز الفني والإداري والجهاز الطب أيضا هذه إمام عشور وكهربا فبيقول له كهربا قال له أنا الكهربا حصل طبعا يعني الرئيس أيضا داعب كهربا أيضا وأثناء مصفحة كهربا وإمام عشور كل نجومنا ونجوم منتخبنا لهم كل ندعوهم بإذن الله تعالى بإذن الله يقدموننا مباراة تليق بإصن مصر لأننا نستحق نجمنا العالمي محمد صلاح ودي أحمد سيد زيزو كمان لعب متميز جدا زيزو كلهم متميزين بصراحة ودي الشناوي كل نجومنا ومنتخبنا ودي طبعا بيصافح الرئيس أعضاء الجهاز الفني وفيتوريا مدير الفني للمنتخب المصري إن شاء الله بإذن الله تعالى يقدم يعني بإذن الله منتخبنا يقدم مطشاط رائعة وإن شاء الله دعوتنا يرجعون لنا لهذه البطولة بصراحة يعني بصراحة كابتن صلاح النهاردة حان الوقت إنك ترفع بطولة أمم أفريقيا إِن شاء الله بإذن الله يتعالى إن شاء الله في فبرايل اللي جاء إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بنقول يا رب من دلوقتي يا صلاح وبندعو يا رب كلنا يا رب لأنه دي البطولة بصراحة يعني عندنا النهاردة منتخب قوي جدا وادي بقول صلاح صلاح يمكن بيمنح سيد الرئيس هدية تيشيرت منتخب مصر وموقع عليه من كل لعبي منتخب المصري لكرة القدم اللي بيشاركوا فيه بطولة أمم إفريقي اللي هتكون فيه كودفوار اعتباره من يوم السبت القادم منتخب هتسافر إن شاء الله يوم الثلاثة بإذن الله تعالى إلى كودفوار بإذن الله نتمنى لهم كل التوفيق نتمنى لهم بإذن الله يرجعوا يرجعوا عشان كمان سيد الرئيس يقبلهم في المطار يا رب يا رب بإذن الله تعالى يرجعوا لنا بالبطولة يعني إن شاء الله إحنا زي بقول كده شايفين بسم الله ما شاء الله يا جماعة شايفين الملعب شايفين الاستاذ شايفين الأرضية شايفين نجومنا شايفين أبطالنا شايفين أحمد حجازي شايفين صلاح شايفين محمد النني شايفين نجومنا وأبطالنا شايفين كل رجال منتخبنا